ودلوقتي خلينا نروح نتابع أخبار النادي الأهلي وفرق المختلفة والأنشطة كمان ومرستنا العزيزة مريم ساميح من مقار النادي الأهلي بالجزيرة مريم صباح الخير عليك يا أنا وكريم بنصبح عليك وأكيد كل جمهور عشر صبح في الأهلي فضلي مكان بصبح عليك طبعا يا نهوان بقولك حمد الله على سلامتك مرة تانية وأكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد طبعا وجولة من داخل مقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة عشان يكون معنا أبرز أخبار النادي الأهلي على كل المستويات سواء المستوى الرياضي وكمان المستوى الاجتماعي خلينا نبدأ طبعا بأجواءنا هنا من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة يمكن منذ تواجدنا في الصباح الباكر وتحديدا في تمام الساعة الثمنة صباحا كان فيه اقبال نسبة بالنسبة للأعضاء طبعا مقارنة بالأيام الماضية يمكن هو أقل كثافة يعني مقارنة بالأيام الماضية ده طبعا بسبب ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يمكن واحنا بنكلمكم دلوقتي يعني درجة الحرارة بتتروح ما بين 31 ل33 درجة مقاوية ولكن هتوصل لدرجة الحرارة لذروتها في تمام الساعة الخامسة مساء هتكون درجة الحرارة يعني بتتروح ما بين 38 ل39 درجة طبعا ده خلى يكون فيه يعني تواجد لعدد أكبر من الأعضاء أو يعني ازدحام من قبل الأعضاء على الأماكن المخلقة بمقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة واللي بتكون طبعا يعني مكيفة خلينا بقى ننتقل يعني لكل الطرق المؤدية لمقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة يمكن على غير العادة وعلى غير يعني المعتاد علي في يوم الاتنين وفي بداية الأسبوع في سيولة مرورية كبيرة في كل المناطق المؤدية لمقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة ولكن باستثناء طبعا محور 26 يوليو وكمان محور صفت اللبن أما بالنسبة لكبري 6 أكتوبر فبه سيولة مرورية كبيرة جدا خلينا بقى طبعا ننتقل لأبرز أخبار فريقنا الأول فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مستر بيتسو موسماني النهاردة اليوم الأول استقناف الميران بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 3 أيام أو تحديدا 72 ساعة عقب مباراة أسوان واللي أقيمت يوم الخميس الماضي وطبعا اللي قدر يتغلى فيها النادي الأهلي في مباراة مميزة ومثيرة جدا بنتيجة 3-1 على أسوان النهاردة هيكون تجمع الفريق في تمام الساعة الرابع عصرا وهيبدأ الميران في تمام الساعة الخامسة مساء طبعا دا استعدادا لاستكمال مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز وهتكون أول مباراة هتكون بعد غاد الأربعاء إن شاء الله أمام نادي وادي دجلة واللي هتقام في تمام الساعة أقل تساعة مساء على استاد الأهلي والسلام خلينا نتكلم على بعض التفاصيل اللي هتكون موجودة في الميران النهاردة وأهمها وأبرزها هو خدوع مدافع الفريق رامي ربيعة لفحص طبي طبعا دا طبعا علشان يكون في حسم لموقفه النهائي إنه هو هيكون موجود في مباراة وادي دجلة أم لا دا طبعا بعد تعرضه لكدمة أو إصابته بكدمة في القدم خلال مباراة أسوان كمان هيعود ظهير الأيمن للفريق طبعا يعني محمد هاني في مباراة وادي دجلة دا طبعا بعد توقفه في مباراة أسوان بعدما كان حصل على الإنذار التالت وهتشهد المباراة غياب أيمن أشرف بعد حصوله على الإنذار التالت ننتقل بقى لأخبار طبعا الاجتماعية اللي بتهم كل أعضاء النادي الأهلي وكمان اللي حابين إنهم يكونوا ضمن أسرة أعضاء النادي الأهلي خلال الأيام والسنين المقبلة الحقيقة إن لجنة العضوية بالنادي الأهلي عقدت اجتماع أمس الأحد برئاسة طارق أنديل عضو مجلس الإدارة وذلك بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة دا طبعا كان الاجتماع بيجمع ما بين لجنة العضوية ما بين الرغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي سواء العضوية العامة أو عضوية فرعي الشيخ زايد وكمان التجمع الخامس الحقيقة إن كان فيه كثافة كبيرة جدا وتواجد كبير جدا من قبل الرغبين في الحصول على تحديدا عضوية يعني فرعي التجمع الخامس خاصة إن زي ما دايما بنقول إن النادي الأهلي طول ما هو بيوعد دايما بيوفي وكان الحقيقة حط خطة زمنية مقررة للانتهاء من يعني فرعي النادي الأهلي بالتجمع الخامس وده اللي حصل فعلا وده كمان اللي كان لحظه أو كمان يمكن كان كل الرغبين في الحصول على عضوية فرعي النادي الأهلي بالتجمع الخامس كانوا مرأبين هذه العملية والحقيقة فعلا النادي الأهلي قدر إنه هو ينتهي من هذه الأعمال على قدم النصاق وإنه هو هتكون العضوية متاحة فيه خلال الأيام القليلة المقبلة وإنها كانت موجودة خلال اجتماع أمس ما بين الرغبين في الحصول على هذه العضوية وما بين لجنة العضوية آخر أخبارنا النهاردة طبعا بيتعلق بالفرق الرياضية الأخرى وتحديدا الفريق الأول لقرة الطائرة رجال واللي كمان يعني بدأ أمس الأحد فترة الاستعداد الجديدة وكمان استعدادا للموسم الجديد خاض ميرانو الأول الفريق طبعا أمس الأحد على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي هنا بالجزيرة كمان خاض اللعبين تدريبات بدنية في صالة الجيم قبل الانتقال للميران أو الميران الأساسي داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل كمان شهد الميران غياب بعض اللعبين عن صفوف الفريق اللعبين دول طبعا موجودين في معسكر المنتخب الوطني وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعانة وتصعيد العديد كمان من اللعبين من فريق الشباب حتى يكون هناك استعداد كامل للموسم الجديد دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من داخل مقر نادي الأهلي هنا بالجزيرة بشكركم جدا أعود لكم مرة أخرى وأنا بشكرك جدا ومرسي على سؤالك يا ماريين بجد شكرا لك على هذه التغطية شكرا لكم